بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة برايماري 5 هنكمل سوا مع اليونت الجديدة ونفهم أكتر عن المتر ويعني ايه متر ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة واتتابعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيت حساب لكم لينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو يريد كمان تنشر القناة من أصحابكم وحبيبكم لو حقيقي استفدتم منها ويارد تفرحوني بلايك على الفيديو يلا نكمل كلامنا كنا فهمنا اللي فات يعني ايه كلمة متر وقلنا ان هي anything بشارتي بقى عندها ماس يعني ليها volume يعني وغضى مكان حوالينا وعرفنا كمان أهم حاجة بالنسبة لنا أهم بالنسبة لنا في حياتنا اللي هو الووتر وشفنا 3 states بتاعته اللي هي شكلها وهي ice يعني solid state أو شكلها وهي liquid زي flowing water من التاب كده المية اللي نزلة من الحنفية أو حتى شكلها لما طلعت من boiling water شكل الجاز دول 3 states solid وliquid وجاز دول حنتكلم عنه من نهاردة بشكل أوضح ونعرف ايه الproperty ايه الحاجة الكاركترستيك قوي لكل واحدة فيه فقالك علشان نفهم أكتر عن 3 states وفي متر دي احنا هنعمل experiments وغنانة خالص ممكن تجربها في البيت أصلا هات 3 كونتينرز كده اي 3 كونتينرز يطلع الكاب بقى يطلع برطمان تستلفوا من ماما وتطلع علبة بلاستيك كبيرة شوية ايا كده المهمة حنجيب كونتينر ونسمي واحد ايه والتاني بي والتاني سي الايه ده هحط فيه بلاستيك كيوب اي لعبة بلاستيك من عند اخوك السغنون مثلا او حتى لعبة بتاعتك انت شكلها اي شكل مش فرق معي ان شاء الله حتى تجيب مكعب سغنن من المكعبات دي طيب وحجيب في تاني كونتينر شوية ووتر وثالت كونتينر حجيب شوية ستيم طيب ستيم ده اللي هو ممكن نعوض عنه بالاير اللي حوالينا ده ما هو دا اير حطه كده جوة كونتينر وقفل عليه وبعدين اقعد تفرج على 3 كونتينر دي وسجل كل حاجة شايف يعني مثلا لو بصيت على الكنتينر ايه اللي هو فيه البلاستيك تيوب قلب كده الكنتينر يمين او شمال فوق لتحت هتلاقي الشيب بتاع الكيوب هو هو لو هو شكله سكوير حيفضل شكله سكوير لو شكله على شكل سيركل حيفضل شكله سيركل ليه ديفينت شيب يعني ايه يا ميس ديفينت شيب يعني 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 الشيب بتاعه يعني الشيب بتاعه هو هو كل مرة ما بيتغيرش طيب لو بصينا على الووتر لا لو قلبت كده الكنتينر بتاعي هلاقي الووتر خارج شكل الكنتينر وهو نايم كده لو قلبت الكنتينر وقفت وكده هلاقي شكل الووتر بقت كده لو خليت الكنتينر بالجنب كده هلاقي شكل الووتر فيه بقت بالجنب كده الشيب بتاع الووتر not definite shape يعني ايه? يعني change يعني مش fixed يعني shape بتاع الووتر change. شكل الووتر مرة بقى كده ومرة بقى كده مرة بقى كده على حسب الكنتينر. هو كل مرة بياخد شكل الكنتينر انت حتى لو جربت كده وشلت شوية الووتر من البرتمان اللي كنت حطه فيها او الكاب اللي حطيته فيها وحطيته في كاب تاني شكله مختلف يعني لو استأذننا ماما كده في كاسة من الكاسات اللي في النيش اللي هو ممنوع يتفتح ده واستأذنتها في كوباية مية برضو من النيش برضو احنا قسفين يا ماما ساعدين شوية. وبعدين جبنا شوية الووتر اهم حطناهم هنا هلاقي شكلها بقى عامل كده طب حطناهم هنا شكلها تغير بقى شكلها rectangle كده هو ده اللي بنتكلم فيه ان الووتر ليها no different shape. الشيب بتاعها change عادي جدا طيب. والجاز يا سستيت برضو no different shape بدليل احنا اصلا لما جبنا شوية وحطناهم في البرطمان بتاعنا هما اصلا مالوا البرطمان كله. طيب مش قادرة تخيل يا ميز حددت البرطمان نرجع لحددت البلونة بتاعت المرة اللي فيت. هات كده بلونة وملاها شوية اير بس ما تنفخاش عالاخر عشان ما تفرقعش من نين وبعدين اربط البلونة. هي دلوقتي منفوخة. وفيها شوية اير اللي هو الجازي السستيتل اللي بنتكلم عليه. لو ضغطت بيدك على البلونة هنا بالراحة هتلاقي شكل البلونة تغير. ما بقاش سيركل زي ما هو. ما بقاش سفير زي ما هي. لو ضغطت على البلونة ما هنا هتلاقي برضو شكلها تغير. هو ده اللي بنتكلم فيه. وانده لو ضغطت بقى على المكعب اللي واخده من اخوك ده. شكله هيتغير ولا الهوى. لو ضغطت على الكتاب بتاعك. حيقل شوية وصولة. وصفحه حتقل ولا الهوى. بالزابط هو ده اللي بنتكلم عليه. الصولد بس هو اللي لي ديفينت شيب. اما اللي كود زي الووتر والستيم لأ. طب والفوليوم. يعني ايه الفوليوم? يعني او المكان اللي ده واخده. حتة الكب اللي انا كنت احطاها في الكنتينر. او الكيوب او المكعب او اللعبة ايا كان اللي حطناها في الكنتينر الاولاني. واخده نفس الفوليوم. انا لو شلتها وحطتها في طبق تاني او طبق تالت. هي هي نفس السايز بتاعها. طيب. والووتر ديفينت برضو. انا شوية المية اللي حطتهم في الكنتينر هم هم. اللي وصلوا هنا هم هم. اللي دخلوا هنا. الفوليوم بتاعهم ديفينت برضو ما تغيرش. لكن الجاز لأ. بدليل اللي احنا لسه قايلينه. المكان الفاضي اللي كانت واخدها البلونة دي. اتغير لما انا ضغطت عليها كده. واتغير لما ضغطت عليها كده. وحتى. لو خدت شوية الاردول نفسوهم وحطتهم. فبلونة بمقاس تاني. هلاقيهم خدوا مكان البلونة كله برضو. بالزابط. الجاز بتاعنا ده بياخد المكان اللي موجود. يعني بياخد المكان كله. سواء كان كبير المكان ده. فحياخد المكان وهو مستريح كده. او المكان ده كان ديء او صغير. فحيدخل جوه المكان برضو. وهو مزنوق. لكن كده كده الفوليوم بتاعه بيحصل له change. علشان كده الجاز هو الوحيد اللي هاز no definite volume. يبقى انا دلوقتي الشيب. والفوليوم عند الصلد definite و definite. والشيب والفوليوم عند الجاز in definite او no definite shape و no definite shape وعند الليكود وحدة ووحدة. طيب تاني. افهم من كده ايه? افهم من كده ان الصلد ليها definite او fixed volume and shape. والليكود عندها definite وحدة بس. اللي هي الفوليوم. لكن الشيب بتاعها take shape of the container. شفناهم في الكاسات. اما الجاز بقى ولا definite volume ولا definite shape هي بتاخد الفوليوم والشيب بتاع الكنتينر. سؤالي يا ميس. هو انا الair ده هشوفه ازاي اصلا. اه في شوية gases can't be seen. زي الair مثلا. لكن بنحس بالموفمنت بتاعته. وقف كده في الشباك بتاعك او في البلكونة. هتلاقي بتقول فيه نسمة هوى اهو. ده ده الair وهو بيعمل موفمنت. علشان كده نعرف ان هو موجود. بص على شكل الشجرة وهي عمالة بتتحرك يمين وشمال. علشان الair بيعمل لها موفمنت. البالون حتى. البالونة دي اللي جبناها من شوية. وهي قبل ما نملى فيها الair كانت متطبقة على بعضها كده وسكتها. اول ما حطينا فيها الair خدت شكل تاني وبقت larger. كل دي اسبتات ان الجاز زي الair هو متر حتى لو انا مش شايفه. لكن هو استيل موجود واستيل حسة بيه. طب لو جينا بقى بصينا على حدوتة السولد والليكود والجاز بشكل مختلف. هم كلهم متفقين في حاجة ان اي متر في الدنيا جواها بارتيكلز اصغر منها او جواها حاجات اصغر منها اسمها بارتيكلز. يعني مثلا لو انا بتكلم عن الالم الرصاص بتاعي ده فده جواه بارتيكلز من الخشب مثلا اللي عامليه. لو انا بتكلم عن الكتاب بتاعي فهو جواه بارتيكلز اللي عملت منها الورق. لو انا بتكلم عن السبون اللي باكل فيها فهي جواها بارتيكلز من المادة اللي معمولة منها اللي هي الالمينيوم. الفكرة بقى ان البارتيكلز الصغيرة دي على طول في continuose motion. على طول بتتحرك ازاي ميس بتتحرك المعلقة قدامي ما بتتحركش اهو ده بقى اللي هنتكلم فيه احنا اتفقنا دلوقتي ان اي ماتر جواها حاجات اصغر منها اسمها بارتيكلز واتفقنا كمان ان البارتيكلز دي في كونتينيوس موشن لكن كل واحد فيهم هيعمل الموشن بتاعته دي بطريقته يعني مثلا لو انا بصيت على البارتيكلز بتاعت السولد ماتر هلاقي البارتيكلز بالشكل ده كلها لزقف بعضها ادي بارتيكل واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه very close to each other ايه اسباتك يا ميس للكلام ده حاول تدخل كده صبوعك في الكتاب من برا او في التابل بتاعتك او في الموبايل بتاعتك مش هتعرف ليه لان ما فيش space ما بين البارتيكلز والتانية ادي اول حاجة البارتيكلز بتاعت السولد very close to each other طب والإنرجي هي ما عندهاش إنرجي كتيرة فعلا هي has less energy عندها إنرجي صغير ليه يا ميس ليه يا ميس ده اللي يعرفك اللي بعده هي move only a little part انت عارف كده لما انت تروح المدرسة الصبح وبعدين في اللاين بتاعك يقولك في تمرين كده انت بتجري وانت واقف في مكانك اه انت بتجري وتعبت صحي كده تحركت بقى من مكانك في الآخر لا انا واقف في مكان اهو السولد بارتيكلز بتعمل نفس الفكرة بتعمل vibration يعني هي بتتحرك لكن وهي قاعدة في مكانها ما بتغيرش position بتاعها عشان كده احنا ما بنحسش بحركتها لكن هي حقيقي بتتهز في مكانها ليها movement بس little part سغنونة خالص ومدام بتتحرك بالراحة خالص بقى كالعادة ال energy بتاعتها قليلة خالص زي لما ماما كده تلاقيك مهايبر وعمال بتتحرك وبتتنطط كتير وتجري وتلعب وتقولك انت في ايه انت عندك energy زيادة هو انت واكل شوكولتاية النهاردة ولا ايه هي دي نفس الفكرة كل ما ال energy بقت اكتر كل ما ال object ده ال particles بتاعته تعمل movement اقوى طب لو بصينا على liquid بقى لا تعالوا نجرب حدوتة ان انا ادخل صباعي في شوية مية او شوية لبن اه عادي حقدر فعلا فيما بينهم وبين بعضهم more space وبالتالي بقى عندها more energy لانها move more freely بدليل ان انت لو دلقت نقطة مية على ال table دي او على مندير هتلاقيها تفردت كده في المكان وسعت كده وفردت نفسها ده معناها انها فعلا بتعمل movement اكتر من الصولد طيب والجاز لا دي بقى عندها lot energy و mini space و more freely ده حضرتك احنا كده شخصيا قاعدين ما بين الجاز particles دي وبعضهم يعني مش بس حقدر ادخل ايدي جوه الجاز ده انا شخصيا موجودة جوه الجاز ريحة الكيك اللي ماما بتعمله في المطبخ بيجيبك من قطك علشان ال air مشي قدر يعمل movement من اول المطبخ لغاية قضة ساعتك ده يأكد لنا حدوتة ان movement بتاعت الجاز اكتر بكتير من liquid واقل واحدة خالص هو الصولد علشان نتكلم اكتر ونفهم اكتر states of matter لازم اعرف اكتر عن properties of matter والموشن بتاعتهم دي انا لو عرفت ان الموشن بتاعت ال object بتاعي ده مثلا little اعرف ان ال object ده في حالة صولد لو عرفت ان هو move شوية يعني move freely اعرف ان هو liquid لو لقيته بقى move بمزاجه خالص في اعرف ان ده جاز وهكذا علشان اعرف اكتر عن properties of matter لازم اقدر اعمل measured لشوية حاجات لازم اقيس حاجات في المتر هي اللي تعرفني الكلام ده اقيس ايه في المتر ممكن اعمل measure للlength بتاعها بالطول اللي احنا عارفينه اللي اسمه ruler او حتى measuring tab الشريط الطويل اللي بيجي مع الراجل اللي بيجي يقيس اي حاجة كده في المطبخ مثلا يقيس طول وعرضة او هيعمل الشباك بيبقى معي شريط كده اسمه measuring tab احنا مش ممكن بس نقيس اللانس احنا ممكن كمان نقيس الماس وفي متر وده اللي ماما بتعمله لما تروح عند بتاع الخضار او بتاع الفاكهة او حتى بتاع الجبنة انت لما بتيجي تشتري حاجة بتقوله لو سمحتي يا عمو اديني نص كيلو يقوم حتطلق الحاجة دي على على بالانس ايا كان شكله ما يفرقش معي يطلع شكله كده شكله كده شكله كده شكله كده ما فرقش المهم انه هو في الاخر وبيقدر يحسب لي او يعمل للمس تالت حاجة لازم نبقى عارفينها ومتأكدين ان احنا فاهمينها لان احنا هندرسها بالتفصيل بعد كده هي ان الماتر دي تقدر تعمل وده طبيعي جدا انت لو عندك حتة تعرف تسيبها برا او تحطها على النار حتلاقيها بقت ده لو عندك شوية وعايز ترجعهم دخلها يا سيدي في خلاص بقت ايس اقدرنا نغير من صولد لليكود او من ليكود لجاز او من جاز لليكود او من ليكود لصولد اقدر اغير الحدوتة دي كلها وده هندرسه زي ما قلنا بالتفصيل في لسون زي جاي طيب اخر حاجة في حاجات في حياتنا ما تعتبرش متر ايه ميس مش قلت كل حاجة في الدنيا دي متر لا قلتلك مادام ليها ماس وليها فوليوم او لكن حاجة زي اللايت حاجة زي الساوند دول ما هماش متر يبقى نركز علشان نقول على الحاجة دي انها متر لازم يبقى ليها ماس وتبقى اوكوبايد اس بيس بكده حبابي يكون لسون تو خلص اتمنى يكون بقى اسهل وابسط اذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة